لكن طبعاً نحن نؤمن أنه الله واحد هذا ما تسمعه دايماً يقوله المسيحين الله طبعاً حي حي بروحه ناطق بكلمته اللي هو يسوع المسيح كلمة الله وعنده وجود ذاتي اللي منسميه الآب إذا المسميات يمكن بتلخبتك بس أنت عارف أن المسيحيين لا يؤمنوا بالتناسل الجسدي ولا يشركوا بالله بل على العكس حتى لما تقول لم يلد ولم يولد الله أحد لم يلد ولم يولد السؤال البديهي أحد ماذا؟ فالكلم ناقصة فلازم تكون الله واحد مش أحد أحد الآلهة أحد الملائكة أحد بالعكس فالفكر المسيحي الفكر الكتابي واضح جداً وعدة مرات حتى المسيح قال الله واحد للرب إلهي كالتسجد وإياه وحده تعبد لكن الله إعلانات الله وهذا ما أعلن المسيح لأتباعه وهذا ما فهمه التلاميذ عن شخصية يسوع المسيح مثلاً نتنئيل كان ضليع في الديانة اليهودية قال عن المسيح أنه ابن الله بطرس الرسول اليهودي الذي قال في قيصرية فليبوس أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان بن يونة إن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات إن أراد الإبن أن يعلن له فإذن هذه الحقيقة هو إعلان من الآب ثم مرة تانية لما ترك كتير تركوا يسوع المسيح في يحنى 6 قال بطرس نحن قد عرفنا وآمننا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي تعرفوا القائد الروماني قائد المئة شاف أن المسيح بار وكامل اعترف هذا اللي كان مش يهودي روماني وثني قال بالحقيقة عن يسوع أنه ابن الله ثم أحبائي الملائكة اللي بشرت واللي جاءت وهتفت آمنت بالمسيح ابن الله حتى الشياطين حتى الشياطين قالوا مع أنه مش محتاج المسيح شهادة الشياطين ما لنا ولك يا يسوع يا ابن الله أتيت قبل فوات الأوان لتهلكنا يعني شهادات كتير شهادة التلاميذ بولوس شهادة المولود أعمى اللي فتحت عيناء وآمن وسجد ليسوع المسيح كابن الله خصي الحبش اللي آمن أن يسوع ابن الله واعتمد بالماء وهكذا أحبائي يعني لا يسع الوقت أن أتكلم عن العديد من هذه الشهادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر